شن الاحتلال الاسرائيلي عملية عسكرية باغت فيها غزة اسماها الفجر الصادق ضد اهداف لحركة الجهاد الاسلامي بالقطاع هذه الجريمة الصهيونية لن تمر دون رد واليوم نحن كفلسطينيين جميعا مطالبون الان وليس في اي وقت اخر الان مطالبون جميعا بان نتصدى لهذا العدوان ان ندافع عن كرامة الشعب الفلسطيني المستباحة بهذه الجريمة وبغيرها من الجرائم التي تستهدف المكونات الوطنية في كل مكان عشرة الشهداء وعشرات الجرحة واغتيال القيادي البارز في حركة الجهاد تيسير الجعباري حصيلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على غزة كما استهدفت الغارات برجا سكانيا وسط المدينة ومرصدا للمقاومة الفلسطينية شمال القطاع واكدت حركتاء الجهاد وحماس انهما ستردان ولن تقفا مكتوفتي الايدي امام جريمة الاحتلال الجديدة واشارت الحركتان الى ان العدو هو من بدأ المعركة وعليه ان يتوقع الرد القوي والحاسم نحن ذاهبون الى مواجهة عسكرية ردا على هذه الجريمة وتثبيت لقواعد الردع مع العدو الاسرائيلي في صراعنا الطويل مع العدو الاسرائيلي لن نتهاون في الرد على هذه الجريمة ولن نتهاون في الدفاع عن شعبنا الفلسطيني اما جيش الاحتلال الاسرائيلي فقد وجه تهديدا لحركتي الجهاد وحماس بانه لن يسمح لاي طرف بتهديد او ايداء اسرائيل عدوان اسرائيلي جديد يستهدف الفلسطينيين في غزة يؤكد الاحتلال من خلاله على سياسته المعهودة منذ عقود التي تقوم على القتل والتدمير ضد شعب اعزل مناحلس لتلفزيون سلطنة عمان فلسطين